أحمد مهندس شاب، مثقف وذكي بعد عودته من الخارج بأعلى الشهادات تم تعيينه لأكبر مؤسسة في العاصمة وتركوا له حرية اختيار طاقم العمل الذي سيعاونه ليرتفع اسم المؤسسة لأعلى ففكر في تعيين صديق عمره نائبا له ومسؤولا عن المؤسسة في غيابه واتخاذ القرارات المناسبة رغم أن صديقه لا يمتلك خبرة أو عملا في نفس المجال من قبل فقط فكر فيه لأنه يحبه وقبل تعيينه رسميا سأل والده في هذا الأمر بصفته من الخبراء والحكماء ولأن القرار مسؤولي فقال له اسمع هذه القصة ثم قرر ما تشاء منذ زمن اشترى رجل حمارا لأول مرة في حياته ومن فرحته بالحمار أخذه إلى سطح بيته ليريه مساكن قبيلته من فوق السطح حتى يتعرف على الطرق ولا يضيع حين يرجع للبيت وحده وعند الغروب أراد الرجل أن ينزل الحمار من على السطح لإدخاله الحضيرة فحزن الحمار ولم يقبل نزول حيث أعجبه السطح وقرر أن يبقى فوقه فحاول الرجل أن يقنعه مرات عديدة ولكن الحمار لم يقتنع فقام بسحبه بالقوة فنهق الحمار في وجه صاحبه ثم رفسه وثبت أرجله بالسطح الخشبي المتآكل فاهتز البيت كله فنزل الرجل بسرعة ليخلي زوجته وأولاده خارج المنزل وخلال دقائق انهار السقف بجدران البيت ومات الحمار فوقف الرجل عند رأس حماره الميت وقال ليس الخطأ منك ولكنه مني فأنت مكانك في الحضيرة وأنا صعدت بك إلى السطح فيا بني من الصعب إنزال الحمير الذين تم إيصالهم لمكان غير مكانهم الحقيقي ولا يلام إلا من أوصلهم لذلك المكان فعند تعيين أناس غير مناسبين في مواقع القرار فلا عجب من انهيار المنظومة والتصدع البيت لأنه من يصعد السطح منهم لا يقبل أن ينزل قبل أن يهدم البيت وقد سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن موعد قيام الساعة فقال له إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال كيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا أسند الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة فهم أحمد ما يقصده والده من القصة فقرر عمل مسابقة واختيار الأفضل لمنصب نائب المدير ولكل منصب وأن يكون الاختيار على أسس كثيرة أهمها الخبرة والأمانة والهمة وليس حبه لأحد وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون الأستاذ أيمن معلم فاضل يتق الله في عمله ويؤديه بأمانة وإخلاص وفي يوم وبعد أن أحيل إلى التقاعد كان يقود سيارته فأوقفته دورية المرور وطلب ضابط المرور منه الرخصة وأوراق السيارة وأخذ يتفحص وجه الأستاذ أيمن فسلمه أيمن كلما طلب فقال له الضابط بهدوء لم تربط الحزام يا أستاذ وهذه مخالفة فاعترف أيمن بخطأه وبدأ الضابط بتدوين قسيمة المخالفة وقال له أنت أستاذ ومعلم تربوي هل إذا غش طالب في الامتحان تسامحه فقال أيمن بالطبع لا كنت سأطبق عليه القانون فناول الضابط ورقة المخالفة لأيمن وهو يضحك ثم طلب منه النزول من سيارته وعندما نزل قام الضابط باحتضانه وأخذ يقبل رأسه وبينما أيمن في دهشة كبيرة قال له الضابط أنا الطالب فلان وقد درست لي وأتذكر حين قمت بالغش من ابنك في الامتحان وعاقبتنا حينها وسحبت ورقتي وورقة ابنك ومنحتنا صفرا وطبقت علي وعلى ابنك القانون ومنذ ذلك اليوم عرفت أن القانون وضع ليطبق على الجميع ولو كان ابنك يومها بكيت احتراما لك وحزنا لأنك طبقت القانون على ابنك دون أن تجامله فجعلتك مثالا لي واليوم أطبق عليك القانون ولا أستثني أحدا لو كان ابني لم يستطع أيمن التحكم بدموعه فرحا لأن هذا الضابط كان أحد طلابه ثم أخرج الضابط مبلغا من جيبه بقيمة المخالفة وقال أقسمت عليك يا أستاذ أن تقبل هديتي لقد طبقت القانون عليك لكن قيمة المخالفة علي فأنت معلمي وأبي وقدوتي وأدامك الله تاجا فوق رؤوسنا يا من كنت تقرأ لنا دائما بعد نهاية الدرس قول الله يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون حاول أيمن الامتناع فألحى الضابط بشدة ثم غادر أيمن المكان وقد سرد بين أضلعه سعادة غامرة ودموع فخر أنه تخرج من تحت يديه جيل لا يخون الله ولا وطنه ولا وظيفته وهذه هي ثروة المعلم الحقيقية ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين